تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من نظيره القبرصي نيكوس أنستا سيادس وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين في مختلف المجالات حيث أكد الرئيس السيسي اعتزاز مصر بمظاهر علاقات التعاون المتميزة مع قبرص وما تشهده من تطور إيجابية مؤكدا تطلع مصر الارتقاء بمختلف جوانب ذلك التعاون البناء لا سيما على الصعيد الأمني والعسكري والاقتصادي وكذلك في مجال الطاقة على نحو يساهم في تحقيق مصالح الشعبين الصديقين وقد أعرب الرئيس القبرصي عن حرصه على تبادل وجهات النظر والتشاور مع رئيس السيسي تجاه القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك إلى جانب التنسيق تجاه عدد من موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين هذا وأضاف متحدث الرئاسة أن الاتصال تترك كذلك إلى استعراض تطورات عدد من القضايا الإقليمية حيث تم تجديد التأكيد على انتصاق المصالح والمواقف المشتركة بين البلدين في منطقة شرق المتوسط كما تم بحث سبلة تنسيق جهود مع مصر كشريك رائد للاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والهجرة غير الشرعية ترجمة نانسي قنقر